شفت بقى عشان كنت بقولك الناس حلابة ودحلابة وانت ما بتصدقنيش بقولك ايه انا مش عايز اسمع نفس انت لازم تفضحهم يا يونس ما تسكتش على حقك الراجل ده بيقول كلام كويس كلام معقول ما قدرش اقول حاجة عنه انت معاك حق انا لازم اديهم درس يعرفهم مقامهم ايوة بقى اطلع على المجلة يا كبير ده باي انه هيبقى مرار طافح على رأسها هي واللي عايزينها هو فعلا بعدها روحنا على المجلة ومعز كان مبسوط جدا والفرحة مش سيعية وانا عملت حوار مسجل مع يونس يحكي فيه تفاصيل كل اللي حصل ده طبعا غير السور بتاعت سوزي وماجد اللي انا صورتها لهم برافو عليك يا هلا انت عملت عظم انجاز للمجلة وده هيزود في اجرك ومكانتك يلا انما العبرة بالخواتيم ايه ده ده انت بتقولي كلام عائلة هو هي عم من بعض ما عندكم طيب انا همشي بقى اظن ان انت خدت اللي انت عايزايا سابق صحفي ما حصلش قبل كده بس على العموم انا لازم اشكرك لانك فعلا انقصتيني اهم انا هلها الهول لانقاذ المشهور طيب انا ماشي هو فين امير هبنبص على امير اللي ناوقف مع باقسة وعمالة تضحك ايه ده باقسة بتضحك وبتتكلم مع احد عجبتلك يا زمن وبعد كده يونيس راح خد امير ومشي وباقسة بيتوقفة مكسوفة ايوة بقى يا عم السلوك لمست وباقسة شكلها تبقى ضحكة باقسة ما ردتش علي وسبتني ومشت من الكسوف وانا فتحت الباب عشان هدخل قطي واتفاجعت انها قطي فعلا ايه ده انا جيت هنا ازاي اهلا وسهلا بيك ايه عجبتك القعدة هناك ولا ايه لا بس جات سريعة ما قدتش متوقعة دلوقتي المهمة تمت المجلة هتتشهر ويونيس انقصتي وباقسة حياتها هتتغير باقسة هي باقسة من ضمن المهمة ايوان هي الحب دخل حياتها وده المهم اه كده فهمت عشان كده ما كانش مطلوب ان يونيس يقول لي بحبك بالزبط بس الحب كان موجود المرة دي لكن مش ليك يلا سلام يا اتقوطة ايه الحب مش ليا الا ليا يا امنية الكلب ليا وستين ليا كمان وبعد كده رحت اتصالت بيونس قالوا ايوى يا يونس بقى دونس قل لي بحبك نعم بقولك قل لي بحبك يا هلا طب والمناسبة هي سلام هو لازم يكون في مناسبة يعني هلا انت سخنة وفيك حاجة يا روحي ما فياش حاجة وانا غلطانة اصلا اني كلمتك هقلت له كده وقفلت السكة وانا متضايقة منه جدا هقل المناسبة قال انا اللي غلطانة اني عمال اقولهالو هعمال على بطان وهو مستخسر يقولهالي وكمان لازم يكون في مناسبة هرجل اناني وانا غلطانة اني كلمته وخلاص مش هكلمه تاني هدا كله الا كرامتي ايه ده هدا هو نعم بحبك وانا كمان بحبك يا يونس بقدودس قلبي وبعد كده فضلنا نتكلم مع بعض وفي الاخر قفلنا الكرامة في زمة الله هي الله معلش عسل هيبقى زوجي وكرة تعاني فما فيش كرامة في الحب امك بتقولك تعالي يا خايبة يا نايبة عشان تتعلمي لك حاجة تنفعك ايه احترامي الاخت الكبيرة واجب وانت ما عملتش الواجب هو اتلع تاجر وراب الشبشب اوعى كده يا حج عشان ابنك حتما ولا بد يتراب اععالي هلا شوية وبعدين تعالي عشان عايزك في طلب طب والنعمة ما هسيبك خير يا بابا واحد صاحبي يا بنتي في الشغل كان عايزي فاجي خطبته بسرعة عن الحب فانا قلت بقى اني بنتي بترسم ورسامة ماهرة وبارعة قلت له يا عم اللوحة دي عندي دي ايه يا بابا التدبيسة دي وبعدين انت ليه بتاخد قرار من غمة تقولي يعني ايه هتكسف ابوك يا هلا هالله يسمحك يا بابا اخياني مش هكسفك وعملك اللوحة بس هو طلب حاجة معينة يعني لا هو قال لي عايز سرعة عن الحب وخلاص تمام وبعد كده دخلت الماما المطبخ نعم يا ماما تعالي خسلي المواعين هو انا لو قلتلك لأ هتعملي ايه انا اول ما قلتلك كده بصتلي حتة بصة خليت نرجعت الوراء على طول ده كان مجرد اكتراح هو اكتراح فاشل كمان انا يخليلك المطبخ ده دلوقتي فل شامعة منه وورا ولو عايز اشوف شربيني بزاد سخصيته هاجبهولك هنا يا ست الكل خلص اليوم ودخلت قدتي وبدأت افكر في اللوحة اللي المفروض عاملها هالله سامحك يا بابا على التدبيسة دي يا ساتر عندنا يوم مرهك النهارده ومحاضرات كتير قوي مش مهم المهم اننا عندنا محاضرة تونس العنانيس وده هيهون علي كتير يا ساتر ده انت مدلوقة دلقطين يا شيخة معلش يا هلا خطيبي بقى ولازم اتدلق عليه عبالك كده يا حبابتش لما يكون عندك خطيبك ودتدلق عليه زي قعدت تضحك وقالتلي الدماغ ده انت دماغي يا هلا وفعلا بدأت المحاضرات واخيرا جي معاد محاضرة الدكتور يونس وانا كنت هموت من الفرحة بس للأسف الفرحة ما كملتش لما لقيت دكتور تاني خالص هو اللي داخل ازايكم انا دكتور محمد اللي هدرس لكم المادة دي ما كان دكتور يونس لانه تنقل لجامعة تانية اتمنى تكونوا متعاونين معايا وانكمل المادة دي على خير عدى اليوم وانا كل شوية بص الهلا هو لانا من رد فعلها اللي هو السكوت انا قلت اول ما هتعرف كده هتصوت وتلم علي الجامعة هتجري اليونس وتتخانق معا وتفضل تعيط بس اللي حصل غير كده خالص وده قلقني عليها اكتر انا هروح بقى يا ليلة هلا انت كويس يا حبابتي اه منا حلوة هو شايفاني بشد في شعري ولا حاجة والله انت لو بتشد في شعرك مش هستغرب زي ما انا مستغربك دلوقتي انا مروحة واللي هفرقع الكلية دي باللي فيها الطب مش هتشوف دكتور يونس بقولك ايه ما تجيب ليش السيرة دي لو عايزة تروح لومك على رجلك وبعدها سابتني ومشت ربنا يسترها عليك يا دكتور يونس وبعد كده روحت على البيت وكانوا اهل قاعدين في الصالة ووقفت فصت الصالة ورعاعت بالصوت اهياني اهياني خلوه يطلقني الغشاش الكذاب المخادع ايه ده هي الحلة اشتغلت ولا ايه ومين ده اللي يطلقها هلا انت تجننت يا حبيبة امك هيسيبني يا ماما هيسيبني ايه ده هو مين اللي هيسيبك يا بت يونس بقدونس لا بقدونس ايه ده يونس كرات فجل اي حاجة من دي هيسيبك ازاي يا هلا اتكلم عيد البقى ده واختينا ملحيتش ارد عليه وكان جرز الباب بيرند وطلع يونس جاي هو متضايق جدا اهلا يا اهلا وسهلا باللي اخدني لحمه ورماني عضن هو ليه بنتك بتتكلم على اساس انهم متجوزين يعني هو انت هتوهي عنها ما انت عارفة بنتك مجنونة عمي طند انا محتاجة اتكلم معاكم على فكرة بقى انا اللي الموضوع يخصني بتسألهم هم ليه لانك هابلة ومجنونة ومش هتفهمي حاجة من اللي هقولها الله والله اللي هو ازاي بقى ان شاء الله يلا 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 احنا نسيبهم يتفهمهم مع بعض بكلمك مبارح وما جبت ليش اي سيرة انك هتتنقل وكنا قابلها منتكلم وبرده ما قلت ليش حاجة بتخب عليها ليه ها اقول اقول انك بتحب واحدة تانية مجنونة قسم بالله وبعدين قرار النقل ده كان واصل للصبح يعني ما كانش عندي اي وقت اتصل بك حتى ولا اقولك هو انت فكرا اني مبسوط به انت ما تتخيلش شعوري وانا بسمع من الدكتور الجديد بالقرار ده حاسس بيك بس تصدقيني مش بيدي اعمل اي حاجة الجامعة ايه اسكندرية احيا يونس احيا ما تقلقيش انا عارف انها بعيدة بس تصدقيني انا اعمل اي حاجة وهتنقل تاني للجامعة اللي بتحنات قربت شدي حلك في المذاكرة انا كنت معتمد على الله صم عليك انت اللي تذكرلي خلاص يا هلا والله انت بتزعلين انا كده اكتر ومش بيدي حاجة انا زي زيك زعلاني انها بعل عنك الفترة دي هحب في مين انا وعاكس مين في المحاضرة ولا هادوش مين في مكتبه كل شوية يعني انت عارفة مصايبك اللي بتعمليها طبعا اعمل ليه طيب اما انا بحبت يا يونس ايه ده يونس بس كده حف اه انت يونس بس من غير بقى دونس لغاية ما ترجع لي تاني ماشي يا ستي ده تحدي بقى وانا هكسبه وهتلاقيني في الجامع عشان تيارفيني زي الاول هلا فضلت زعلانة وقعد عمالة تعيط ويونس برضو كان زعلان جدا هو حاسس بيها بس مش بايده حاجة يعملها خالص في الوقت ده غير انه يهديها مع انه هو كمان كان محتاج اللي يهديه لانه هيمشو يسيبها ويسيب حياته هنا وبعد شوية سابها يونس ومشي ومامتها خرجت تواسيها ما تهدي بقى يا هلا وعقالي هو مش رايح اخر الدنيا يعني ده رايح اسكندرية يعني بحر وهوى هتفتكر بقى نقصه ايه نقصه ايه ده الوحده يا بنتي هيكون نقصه ايه يعني نقصه الوجه الحسن والوجه الحسن بعد عنه ما بقى لو دور هناك على الوجه حسن تاني طب والله والله لو عملها اللي اشرب دمه مع علبة كشري يا مري يا مري منك ومن هبلك بنت انت ده هو والله يعينه عليك وربنا نجد الفترة دي منك ومن افقارك انا دخل انام احسن وبعد كده دخلت انا قطي وكملت عياط وبعدها اتصلت بيونس ها نسيتني ولا لسه يعني كمان ربع ساعة كده وممكن انسى هلا بطل هابل وجنان بقى خلي بالك من نفسك وانت كمان يا هلا بحبك وانا كمان بحبك يا يونس قلبي وبعدها خلصت معا كلام ونمت وعد يوم والتاني وانا على طول مكشرة وشي ده ما بتفرتش غير لما بكلم يونس بقدونس يا ساتر عليك بوزك ده يقطع الخميرة من البيتوكسن بالله بضهري وشي وهب تخ على وشك انا مش نقصاك سيبيني في الغلب اللي انا فيه يا بنت ده لو مهاجر الصين ما كنتش هتعملي كده الصين حلوة حلوة؟ حلوة ايه بس يا هلا اعقالي كده احنا دخلين على امتحانات وليلة كبيرة اوي ساعتك السحة والنفسية على قد يا عسل وبعدين انا واحدة خاطبها مهاجر ايه المفروض يراع فترة زعلي واكتئابي هآه صح ومانو الوزارة لازم تاخد بال عشان خاطر عيونك هتتسدى بالله ما حد هيجب لي جلطة اللي انتي انا ماشي احسن وبعدها روحت ودخلت قدتي هده حتى امني الكلب ما بقتش تزهر ننت تلعت كلبه بصحيح بس الساعة انا اقوم اعمل لمغامرة دي ده تغير لي مودي شوية وتخفف عني اللي انا فيه اعدت ادور على الساعة بس ملقتاش ايه ده؟ غريبة دي هي روحت فين يعني؟ دي حتى دي مش لقياها ده ايه الملل اللي انا فيه ده؟ وبعدها فضلت قاعدة ملانا وزعلانا لحد ما افتكرت اللوحة اللي بابا كان طالبها مني انا هقوم اشتغل فيها يمكن افك شوية وبدأت تمر الايام وتبقى سبيع وهلز علانا جدا حتى اهلها لحظوا ده جامد وبقوا زعلانين عليها ومش عارفين يعملولها ايه؟ ايه ده؟ انت هتقفل بسرعة كده؟ ده انت بقلك كم يوم اصلا ما بتكلمنيش غري يدوب ديئتين على بعض معلش يا هلا؟ والله ضغط شغلة عند الفترة دي فضيع خلاص يا يونس روح لضغطك وشغلك سلام وبعد كده قفلت معاه وفضلت عيط لا اله الا الله اخر حاجة كنت تتوقعه في الدنيا دي ان انت تعيطي يا هلا وبكده تكون خلصت حلقتنا استنوني في الحلقة الاخيرة من مغامرات هلا ويونس وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ويتفعيل الجرس عشان يوصل لكم اشعار لكل قصة جديدة